على فكرة ده أول برنامج مدفوع الأجريليكي مش كده؟ وكمان في بيت عيلة بوسلي محظوظ زي زوجة أخي لكن انت كنت متوترة في البداية يا هاريني عشان كده الناس بتقول يانيش الفنانين الصغيرين بيبدأوا في برامج صغيرة زوجة أخي انت عندك حق نوعية الفنان لازم تتطابق مع المضيف مش كده؟ كل حاجة تكلمتم فيها أنا فهمتها فكرتك هتكوني زي أختك الصغيرة لكن انت عقلة جدا هنقول لهم اتأخرنا ليه؟ آه هنقول انه حصل موعد ميمون للخروج من البيت آه هنقول الكلام ده الافتقرية أمي عشان ما ينفعش يحصل أي غلط النهاردة خرجنا متأخرين عشان ما نضطرش ان احنا نقابل ناس كتير كل ما الناس زادت كل ما الدرمة بتزيد وخطر ان احنا نتمسك هيكون أقل عشان كده نوصل متأخر أحسن ما تعلمناش احنا فهمين كل شيء كل حاجة عملتها لي شكراً لكم أنا حمشي لا ازاي كده؟ فنان بعد ما بندعين بيتنا هاتي الفلوس يا نيشي اديتك ظرف هي جات عشان الفلوس لازم نديها لها اتفضلي زوجة أخي اتفضلي ادي ناكي اللي تستحق إيه بصي فيه لا ما فيش داعي لده ازاي؟ لا بصي الناس دي بيلا فعل ما عندهمش أي زوق ايه ده ايه ده لا 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 احنا عملناكي بالقدر اللي تستحق إيه ياريت بس نكون وصلناه لك واتمنالك انك تنجح ومتحتاجيش انتي ولا اختك انكم تيجوا هنا ولا تلفوا حوالين ايشان بس كلها بتتمنى مصرح كبير تغني عليه بس مش قدر الناس كلها زيك وانتي حصلتي على كتير بسبب المعروف اللي ايشان بيعملوا لسافي وطبعا مش هتيجي هنا تاني لان احنا هنطلب من سنتوش هو اللي ييجي مش ممكن نساعد المحتاجين في كل مرة في معايير لكل حاجة اختي يلا بينا ايو يلا بينا سافي في الحقيقة انتي كمان مع اختك شكرا لانك انتي قدمت ايه معروف لنا ازاي تمشي بايدك فاضية اتفضلي طلبتيني طلبت اختك لهنا عشان نعمل اعمال فاضلة وتحصل دورفة على الدعاء خدي انت البرنامج ده عشان خطر اختي ولو الامر عن الدعاء لدورفة فانا مش محتاجة للفلوس عشان ادعيلها هي زملتي وانا اتمنى انها تكون سعيدة دايما مبروك دورفة بالتوفيق ادي الفلوس للي محتاج لها احنا بنشتغل وبنجني سمار شغلنا والدعاء مش بيتباع عشان بيطلع من القلب الدعاء بيفهم الحب والاحترام مش الفلوس واحترامك ده شكرا ليه كتير رايحين فين؟ سافي هاريني انتوا ليه ماشيين بالسرعة دي؟ لازم ارجع للنزل في الموعد عشان ما اتأخرش لو اتأخرت مش هدخل حقولي ايشان يتصل بيهم في النزل ايه المشكلة؟ واقافي ارجوكي هنحب ده اسميتا اهل الفتا جم جم؟ طيب انا جاية يلا بسرعة اسفة لازم اروح بس ارجوكم ما تمشوش استنوا رجاء سافي هاريني خليكم شوية وقت بس انتوا مكلتوش اي حاجة انا اسفة ارجوكي اشرح لها ان احنا هنتأخر وبالفعل مشو ودخلوا سامروس من نفس الطريق سافي يلا بينا لكن سافي لما حيته شفتي الفتا وعلته واحنا خارجين لا يا سافي ما خدتش بالي اصلا حسن ان انا شفتهم قبل كده قلتلك ما خدتش بالي ليه بتفكري كتير مش عارفة حسن انا شفته قبل كده اخدت نظرة خاطفة ولا دورفة ولا اصدقائها هقالوا الاسم قدامي سافي انا سمعت الاسم من سيدة سوريكا سامروس لا 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 مش ممكن ارجوك ارجوك اخي ارجع ازاي ما عرفتش اتعرف على الحقير ده كان لازم احسن حتى بحقرته انا ازاي ما فكرتش انا ليه كنت قلقانة ايه اللي حصل قطوبة دورفة بتتم على سامروس السم للي انا كنت حتجوزه وازاي بتقولي ده بثقة الفتى ده كان سامروس وده سامروس لازم نوقف الخطبة لا مش هترجعي ليه قلتلك يا سافي مش هنرجع للبيت ده اختي الامر بتعلق بحياة دورفة انتباه الجميع سامروس دي اه واحدة اقرى اللي مكتوب انا اخوها الكبير ودواجبي هي هتحكم قلبي وبيتي ما تقلقش عليها مش هنرجع للبيت ده يعني مش هنرجع سامروس وعيلته بيلعبوا بحياة بنت لازم نوقفهم هتقولي ايه والمين محدش هيصدق كلامك هناك يا سافي فهميني اختي انا كنت هتجاوز سامروس هروحوا اقولهم الحقيقة ليه ما يصدقونيش هم اغنية يا سافي واكيد دوروا كويس ولو حصل حاجة غلط هم حيتولوا الامر مفيش داية تدخلي في امورهم اخي وقف ارجوك وخلي العداد مفتوح اختي لما جاتش سيدة ايشا الانقاذي كان ايه اللي هيحصل بتروح سافي وبتوقف بالفعل والخطوبة سافي ايه الوقاحة دي ازاي تجرأتي ترفع ايدك على سهران المستقبلي بتقول لها الكلام دا عشان هي ضربته بالقلم انا المفروض ان انا اضربه بالحزاء المخدع والحقير دا ايه فيلي بقك وايه الا بيمسكها ايشان لو سافي بتقول حاجة فمش ممكن يكون كذب ايشان انا واصق في كلام سافي اسكت يا ايشان البنت دي رفعت ايدها على سهران المستقبلي وانت بتاخد صفها انا مش باخد صف اي حد انا بقول نسمعها ولو مرة واحدة وليه ناصك فيها انت بتروح ضد عيلتك علشانها خلصتي تمثيلك اطلبي السماح من سان بهدوء وامشي حطلب السماح لو غلطانة انا مش بعمل دا عشان بصلحيتكم انتو درسة ما تغلطيش دا مخادع ومضمن هو دا نفسه سيد ايشان اللي انا كنت هتجوزه وهربت من الزواج منه في بونا الشخص الحقير سامروس لادكار سامروس هي دي حقيقة اتكلم يا ابني ايوة دي حقيقة بس مش انا المخادع هي المخادعة هي اللي خدعتني انت توصد ايه شخصيتها عرفنا حقيقتها لما رحنا شفناها وفي اليوم دا جدتها فضلت تتوسل قدامنا اتجوز حفتي هي مش كده هي بس مش نطقة واحنا عرفنا حقيقتها لما ثابتني في منصة الزواج وهربت عشان شخص تاني البنت دي ما عندها الشخصية انت اللي كذاب سافي في همتك من اول يوم انا هقول لكم الحقيقة وبدأت تحكي لهم كل اللي حصل والمفروض انه وعد انه هيبطل كل حاجة لما يتجوز سافي بعد ما عرفت كل دا وفقت سافي على الجواز منك ودي كانت بركات ربنا انه وش الحقيقي زهر قدامنا وإلا ما كناش عارفين ايه اللي هيحصل شفت قلتلك قلتلك مدام سافي موجودة هتعمل دراما حتى لو مش واسقين في كلامها ما ينفعش نتغضع عن الاتهام اللي هي بتوجهوله الامر بيتعلق بحياة دورفا وعايز ايه نسك في كلامها ونشك في صهرنا المستقبلي لا بس مش ممكن كمان نسك فيه هو كمان تهيل ان احنا اتمسكنا اي كذب اول حاجة انت خبت الامر دا عننا انه تم تأجيز زواج سامروس من قبل كده والحاجة التانية لقبك باتيل البنت دي عارفاك باسم لاتكار والامر التالت انت من رمتك وخبت برضو الموضوع دا عننا ازاي هيقولك دا مخادع كبير انا عرفت بس من كام يوم ان عيلة لاتكار هربت من رمتك وعايشين على فلوس الناس وغيروا هويتهم وهربوا من هناك بتحكي قصة رائعة عشان ما تمش جوازك مني اه عندنا بيت في رمتك زي بقيد الموتن قبنا بالكامل لاتكار باتيل هي عايزة تحطم جوازي عشان تحطم جوازي منها انا هكذب ليه ارجوكي فهمي سايدي ارجوكي اشرح لهم انا ليه هكذب نده فرصة لسافي تتكلم لو معها دليل تقول لنا اتكلمي معاك دليل اهي وقفت كلام بتقول قصصه بس عشان تشهر بي معايا دليل فيه شخص عنده دليل ضده سيدة ايشا هي اللي ورتني حقيقة جوازي فيه اصلا هتصل بيها وهي هتقول كل حاجة بتهايلي لازم نهرب من هنا بسرعة وبتتصل بسيدة ايشا اعمل اللي انت عايزها بسرعة بتتصل ما بتردش اتكلمي مرة تانية انت ليه وثق في كلامها انا مش عايز حياة اختي تتدمر ولو فيه حياة في كلامها يبقى نعرفها اتصل تاني ما بتردش برضو دي بتمثل معهاش اي دليل اسكت لسه ما تمش اثبات ان انت بريق وبس ان لنا بعين الشك يبقى احنا مش عايزين الجواز يتم من العلة دي يلا بينا نمشي لا 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 سام سيد بتيل وقف بتسيبوا اللس وبتزعوا للناس بتعتبروا كلام البنت الكذابة دي حقيقة فوق ده مش حاسين بالندم اديني عشر دقايق بس لو في عشر دقايق سافي ما تمكنتش من اسبات ده اعتذر وحط اختي بين ايديكم ممكن البنت بتكون بتقولي الحقيقة بتحصل دراما زي دي في احتفال عيلة بوسلي هم ما دوروش كويس ولا ايه سيدة ايشة مش بترد وعندنا عشر دقايق بس اعتقد ما فيش فايدة من الاتصال لكن بيشوف شانتنو قالوا سافي سيدي فين سيدتي في الحياة صحتها مش كويسة هي نايمة انا اديتها الدواء في حاجة ولا ايه مهم ان انا اتكلم معيها الموضوع طارق طب حصحيها خلال دقيقتين استني دقيقتين سيدتي هتتصل بعد دقيقتين لو سافي قدمت الدليل فعلا مفيش اي دليل مع سافي ضدي حطيت الاتهم كله فيها طب وخصوص ادمانك ايشة انا قاسف اني صحيتك مفيش مشكلة اتأخر الوقت انت لسه ممشتش مش هسيبك لوحدك وروح لأي مكان سافي اتصلت وبتقول الامر طارق بتقول بتتكلم عن سامروس ايوه عزيزتي تكلمي فاكرة سامروس ايوه طبعا ايه اللي حصل انت كويسة ابعتيلي الادلة اللي عندك ضده في الحال هتتم خطوب الدورفا منه هو وعيلته كلها بيخدعوهم هنا اللي بتتصل بها سافي مش هتقدر تأذيني احسنت يا عزيزتي عملت عمل رؤع لو ما عملتش كل ده كانت حياة الدورفا هتتدمر بس انا محتاجة للدليل عشان اصبت لهم كلامي انت هناك يا عزيزتي ما تقول لهم هم محتاجين لدليل لكل شيء ارجوك يبعطيلي السور اللي معاك ضد سامروس طيب ماشي هشوفهم وابعتهم لك فين الدليل سيدة ايشا بتشوفه فيه دليل تدور عليه ما هيكده بتفشل الأكاذيب سيد ايشان فاكر وعدك مش كده انا واقف ضد عيلتي معاك بتلع كلامك غلط هتتهن كرامة عيلتي ولو تهنمي صح هفضل مدين ليكي طول حياتي انك بتنقذي اختي من الجحين الاول مرة بتمنى عيلتي تكون خلطانة عارف خطوبة دورفة بتقمع مين سامروس باتيل سامروس باتيل لا سامروس لاتكار لا ده نفس الولد اللي كان بيخدع سافي مضمن مشروب ومخدرات وعنده علاقات تانية انا لازم الاقي السور اعمل اللي انت عايزيه على مهلك ارجوك الدرامة دي سافيت شفان مفيش دليل ليه بتضيعي وقتنا ولو الامر عنك وعن سيدتك ايشا فكلنا عارفين انتوا ايه بالزبط اكيد ايشا دربتها على دا وبعاتتها افسدتي يوم دورفة المميز كده يلا يا سافي مفيش فايدة من البقاء هنا سيدك محدش هيصدقنا ولا هيصدق كلامنا ما ظهرتش حقيقة الرجل الحقير ده قدام الكل انا مش حمشي وسكو فيا او لا اكيد ايشا بعاتتلي ممكن استخدم البروجيكتور او طبعا وبدأت تعرض السور الرجل ده مش مدون مبس ده عنده علاقات مع نساء متزوجات كمان دي سور حقيقية مين يقول بصراحة يلا روعت التعديل فاي زاوية شايفها معدلة كل شيء بيحصل في وقتنا الحالي اواريكي صور مزيفة ليكي دورفة انفي انتوا عارفين وفاهمين التكنولوجيا الحديثة يعني الزكاة الاصطناعي ممكن اتعامل بها الصور دي فعلا انت عندك حق فيه تكنولوجيا زي ما عملت سافي بصور سام عشان تسوق سمعته اكيد سافي عايزة تنتقم وتحطم جواز ابني قوليلي ازاي تجرأتي تعملي كده انا عارف البنات امثالي كويس حاسة بالغيرة مني مش قادرة تشوفيني مبسوطة سافي مش قادرة تثبت ان الصور دي حقيقية فمش ممكن كمان نثبت ان الصور دي مزيفة دورفة عندها حق سافي اللي عدلت الصور عشان ما يتمش زواج دورفة من سام سافي الايام دي سهل جدا نعمل صور مزيفة فيش دليل تاني مؤكد انت مش واثق فيا انا واثق فيك يا سافي مش حيسكو في حديث سافي يا شانتنو سامروس لاتكار ووالده ماكرون وخطيرين جدا هيعملوا اي حاجة عشان يوقعهم بكلامهم لازم نعمل حاجة ايش ارجوك ايه دي شانتنو لازم نروح هناك ونساعد سافي مش ممكن تروح هناك في الحالة دي لو رحت الحضرين هناك هيكون عندهم مشكلة معاك وهيكون سيء ولازم تسرعيهم سيدتي بيعتقد ان الصور مزيفة انا كنت عارفة معاك دليل تاني نثبت ان سامروس مخادع ممكن اسيب ده يحصل لازم نعمل حاجة لازم ندخل الشرطة في الامر استني انا عندي بعض الوصائق بس على لبتوب سيدتي بعتلي الوصائق دي بسرعة انت بتهدر الوقت بسبب البنت دي حطت كرامة العيلة كلها على المحك بسببها سافي ليه بتاخدي الوقت ده كله سيدتي بتدور على الوصائق ارجوك سكف كلامي الصور مش مزيفة وسام ما يعرفش الست دي انا عرفها اللي انت عايز تقوله انك انت عارف الست دي تم تقولي الحقيقة انا عارف الست دي عندك علاقة معيها امتى قلت كده انا خبيت الحقيقة عن الكل لكن جي الوقت ان انا اقول للكل الحقيقة سيبني اتكلم يا بابا عايز يبدأ جوازي مع دورفة على كذبة انا كنت بروح لبيت صديقي باستمرار وهناك قابلت زوجته المسكينة كان دايما متضايقة وعرفت ان صديقي كان بيدربها اديت الست دي كتفي عشان تبكي عليه ما كنتش عارف ان هي هتحبني ولما اعترفيت لي الست دي بحبها ليا انا اتصدمت وقلت لها بوضوح ان صدقتي وتعطفي معاها ما تفهموش ان حب بس حبها بقى جنون حاولت كتير ان انا اوقفها والصور اللي انتوا شايفينها دي كانت مؤامرة من سافي ومن الست دي غلطي ان انا كنت بساعد ستة عجزة الغلط مش غلطك الغلط غلط البنت دي اللي خليتك تبكي انا هعلمها درس سافي اخرجي عمي نيشي سافي عمي نيشي انت بتعمل اي تحاول زي ما هي عايزة ما تقدرش تتغلب علي انت بتعمل اي اخرجي من هنا سافي انت كويسة ايوة عمي نيشي ايه التصرفات دي يلا بينا نمشي من هنا محدش هيقدر الحقيقة كفاية سافي ربنا بيساعد اللي عايزين يساعدوا نفسهم ايه اللي حصل لقيت حاجة مش لقيا شانتو بشوف سيدتي لقيت الوصائق ببعتها ليك بايميل سافي انت رايحة فين وراحت ده مش تمثيل ده وشه الحقيقة دي استمرت مركز علاج الادمان ودي صورة وصاعدها لو مش مصدقين اسمعوا حاجة تانية تم توجيه قضايا كتيرة ضده لازعاج البنات جبتي صور ووسائق مزيفة تاني الصور كانت مزيفة الوسائق مزيفة كمان فيها توقعك وخدم الشرطة عايزين تقدروا تسأله سيدروا ايه اللي انتو بتعملوا علاقة معاه ده البنت عندها حق انت بتدير جامعة كبيرة اكيد انت عارف بيتم اعداد وصائق مزيفة زي دي بدقيقتين وطلب كتير بيجوا بوصائق زي دي هتصدق الوصائق دي عمتي سم بيقول الحقيقة فيه متجر للتصوير بيعمل وصائق زي ما انت عايزة خلال دقيقتين انت بتقولي ايه سيدروا البنت دي عايزة توقعني بالكذب ما عملتش اي حاجة انت مضمن وبتزعج البنات ده كده بنظرك انت ما عملتش حاجة فعلا قبليه كان هيتقدم جوازي انا وانتي كلامه صح لو فيه اي عيب فيه اهل البنت بيرفضوا العلاقة في الحال البنت بتفكر نفسها زكية ليه سبتي العلاقة تتقدم هي دي المشكلة عرفت حققته متأخر سيدة ايه شجعته معها الدليل قبلي الجواز بدقائي وهي اللي فتحت عيني وعايزة فتح عينيكو هو وعيلته مش مخدعين بس دول مجرمين مايفكروش مرتين وممكن يقتله خلتني قاتل في دي اهو سيدروا انت عرفنا من كم يوم حسيتلي ديه ان انا قاتل يا بنت اسكوتي انت عارفة ايه اللي انت بتقوليه ده لو مش عايز تاصق بينا مفيش مشكلة بس انا مش هقدر اقف وتحمل الاهانة اكتر القرار في ايدك سيدروا انا مش عارفة الاشخاص انهي اللي انت بتاصق في كلامهم سيفت شافان سيبي بيتي وامشي دلوقتي سيدي ارجوك صدقني بس انا اكتفيت من درامتك اول حاجة وقفة في تمثيلك بالتهمتك الكذبة انا اعتقدت اللحظة ان في حقيقة في كلامك لكن لا تقدمي ادلة مزيفة مش حاسة بالخجل اسمعي كلامي كويس وامشي يا سافت شافان العلاقة دي انا مش هسيبها ابدا بعد كده لو اتكلمتي بكلمة تانية فانا بنفسي هخرجك واضربك واخرجك برا البيت الوصائق دي مزيفة ولا حقيقية اتأكد وتحقق لمرة الدراما اللي كانت بتحصل هناك انا استكفيت منها اخرجي سيد باتيل انا اسف احنا هنكمل المراسم مش حيفرق شيء لو تمت الخطبة دلوقتي ولا بعد يومين على الاقل هتنجو حياة دورفا عمك قال انتهى الموضوع يبقى يا امه تقف ساكت يا تسكت وتمشي ارجوك اسمعوا حاجة تانية مني سافي انت ازايك جرأتي على انك انت ترجعي حمشي بس حسأل سؤال واحد عم نيشي ارجوك لو تم كل الكلام ده خليها تسأل اسألي الصور والوصائق كل ده مزيف قولولي حاجة ليه هربتم من رمتك ارجوك